اهلا بكل حضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات شيرين بعد الاربعين الحقيقة الفيديو ده قصير مكير على رأي الاستاذ عمر اديب ليه بقى هو قصير مكير عشان هو مش فيديو اوي يعني هو رسالة زغنانة اوي هوجهها لاصدقائي واعزائي الديسلايكرز الديسلايكرز يا جماعة هم اللي بيعملوا ديسلايك او بيعملوا الصباح اللي عامل كده على الفيديوهات ومعناه ان هم مش عجباهم الفيديوهات اولا انا بشكرهم دايما بشكر كل حضراتكم بشكرهم ان هم تفعلوا مع الفيديو بتاعي وعملولو ديسلايك طبعا انا بشكر اللي عملوا لايك واللي عملوا ديسلايك بشكر اللي بتعجبهم الفيديوهات وبشكر كمان اللي ما بتعجبهمش الفيديوهات ولكن بقى رسالتي اللي عايزة اوجهها للي ما بتعجبهمش الفيديوهات اتمنى من حضراتكم يا اعزائي الديسلايكرز او اللي مش بيحبوا فيديوهاتي تقولولي نقطة بناء يعني اعمل حضرتك الديسلايك حضرتك حر تماما انك تعمل ديسلايك للفيديو او لايك براحتك لو عجبك اعمل لايك ما عجبكش اعمل ديسلايك بس لما تعمل ديسلايك او تقول ان الفيديو مش عجبك يريد توجهلي نقطة بناء يريد تقولي ليه الفيديو مش عجبك يريد تقولي ازاي الفيديوهات اللي جاية ممكن تعجبك علشان انا بتمنى اني اكون عند حصن ظن حضرتك قبل ما اكون عند حصن ظن اي حد تاني طبعا انا بتمنى اكون عند حصن ظن الجميع ولكن علشان الفيديو ده موجه لاعزائي اللي مش بتعجبهم الفيديوهات فعلشان كده بوجه لهم هم الكلام الاول عزيزي ديسلايكر او عزيزي اللي مش عجبك فيديوهاتي انا منتظرة تعليقك وارحب بالنقد البناء طالما حضرتك بتنتقدني علشان ابقى احسن فده شيء يساعدني في رسالة تانية كمان عايزة اوجهها لحبيبي اليوتيوبرز او منشئوا المحتوى او اللي بيعملوا فيديوهات على اليوتيوب كتير من حضرتكم بيتضيقوا من موضوع الديسلايك او ان حد عمل ديسلايك للفيديو او ان حد مش عجبه الفيديو اولا الديسلايك زيه زي اللايك بالضبط هو حركة على الفيديو اليوتيوب بيعتبره حركة على الفيديو بالعكس الديسلايك بيرفع الفيديو مش زي عزاء الديسلايكرز او اللي بيعملوا ديسلايك للفيديوهات ما فاكرين الديسلايك او لم يعجبني ده بيرفع الفيديو لان اليوتيوب بيشوف ان فيه ناس بتتفرج على الفيديو طبيعي ان مفيش حد بيعجب الناس بنسبة 100% اكيد انا هعجب بعض الناس ومش هعجب البعض التاني فلما حضرتك بتعمل ديسلايك على الفيديو او لم يعجبني على الفيديو ده معناه انك شفت الفيديو والفيديو ما عجبكش حتى لو كنت بتعمل ديسلايك علشان الفيديو ينزل ده او عشان تأذي صاحب الفيديو الحقيقة ده ما بيحصلش بالعكس حضرتك بتفيده مش بتأذيه لحضراتكم بقى اعزائي المشاهدين العاديين اللي هم مش بيعملوا ديسلايك او حتى ما بيعملوش لايك ولا ديسلايك او بيعملو الاتنين الحقيقة الديسلايكرز دول انواع يعني في حد فعلا بيعمل ديسلايك علشان الفيديو ما عجبهوش وده الحقيقة على راسي من فوق كلكم طبعا على راسي من فوق وكلكم ليكوا عندي كل التقدير والحب والاحترام ولكن اللي بيعمل لايك عشان الفيديو عجبهو او بيعمل ديسلايك عشان الفيديو ما عجبهوش دول ليهم عندي مكانة خاصة لان اللي بيعمل لايك عشان الفيديو عملو عجبو سوري فده بيشجعني ان انا اعمل فيديوهات تانية كتير وكمان ان انا احسن واطور من نفسي علشان الفيديوهات الجاية تبقى في مستوى احسن وتعجبه وبالنسبة لللي عمل ديسلايك وهو مش عاجبه الفيديو فعلا فده برضو بيخليني افكر هو ليه الفيديو ما عجبهوش فابتدي اطور من نفسي وحسن من نفسي مش هيوقفني ان حضرتك تعملي ديسلايك او لم يعجبني ده بالعكس ده يخليني ازود شغلي واهتم بيه اكتر واحاول اطور فيديوهاتي واحسن فيديوهاتي علشان تعجب حضرتك وتعجب كل الناس واكون عند حسن ظن الجميع النوع التاني بقى من الديسلايكرز فدول او اللي بيعملو لم يعجبني او بيعملو ديسلايك فدول هو بيعمل ديسلايك غلاسة يعني هو ما بيحبش الشخص ده ممكن على فكرة يبقى صاحبو او قريبو او زميلو في الشغل وهو متصور انه هو لما هيعملو ديسلايك فهيدايقوه ممكن يكون متدايق منه يعني حصل بينهم اي موقف من المواقف في الحياة الطبيعية فبيدخل يعملو ديسلايك على الفيديوهات والحقيقة انا بشوف ان ده شغل عيالي يعني مش عشان هو متخانق مع حضرتك او حضرتك هو كشخص مش عاجبك فتدخل تعملو ديسلايك على الفيديوهات من غير ما تتفرج انت كده بتساعدو على فكرة فاعمل ديسلايك براحتك بس دي حركات عيال وبصراحة حركات بلدي قوي يعني مش عشان انا مش عاجبك كإنسانة في الحياة الطبيعية فتدخل تعملي ديسلايك انا مش هزعل بالعكس انا هفرح ان في حركة على الفيديو بتاعي في لايكات في ديسلايكات في عجب بعض الناس ما عجبش بعض الناس دي حاجة تساعدني النوع الثالث بقى وده نوع برضو من الديسلايكرز المحترمين جدا ان هما فعلا بيبقوا عايزين اليوتيوبر او اللي عامل الفيديو يحسن من نفسه هو الفيديو فعلا معجبوش فهو عايز حضرتك تحسن من نفسك فبيعمل لك ديسلايك وبيكتب لك كمان تعليق او بيبعت لك رسالة على البريد الخاص بتاع حضرتك لو كان يعرفه ويقول لك حضرتك عندك مشكلة في كده وكده 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 وهو صريح فبيقول عشان كده انا عملت ديسلايك للفيديو او دست على الفيديو لم يعجبني او قلصوا بعدة اللي التحت خالص احترامي لكل حضرتكم لكل اللي بيعملوا لايك وكل اللي بيعملوا ديسلايك وكل اللي مش بيعملوا اي حاجة لكل اللي بيعلقولي وكل اللي مش بيعلقولي خالص محبتي واحترامي لكل حضرتكم انا بحبكو كلكو وبجد ببقى سعيدة جدا بكل حضرتكم بكون سعيدة باي حركة على الفيديو سواء كومنت سواء لايك سواء ديسلايك سواء يعني لو كان الكومنت او التعليق ده يعني بناء او حتى هدام او بيقولي احسن من ايه او بيقترح علي موضوعات جديدة كل دي حاجات بتساعدني وبتخليني استمر واكمل واعمل لحضرتكم فيديوهات اتمنى تساعدكم في النهاية انا بتمنى اكون عند حسن ظن كل حضرتكم اللي بيحبوني واللي مش بيحبوني واتمنى برضو ان اذا عجب حضرتكم كلامي تعملولو لايك ما عجبكوش اعملولو ديسلايك عادي انا مش بزعل اذا عجب حضرتكم قوي وحبيتوا تعرفوا اليوتيوبرز وتقولولهم ما يزعلوش للي بيعملو لهم ديسلايك او توجهوا رسالة لحد بيعمل ديسلايك لكم في حياتكم حتى مش بس في الفيديوهات اللي بتعملوها ارجوكو اعملو شير للفيديو واذا كنتم اول مرة بتشرفوني بالمشاهدة يشرفني انكم تعملوا سبسكرايب او اشتراك في القناة عن طريق انكم تدوسوا على الزرار اللي موجود تحت الفيديو باللون الاحمر او الكلمة اللي موجودة تحت الفيديو باللون الاحمر كلمة سبسكرايب او اشتراك وان شاء الله اشوف حضرتكم في فيديوهات جديدة قادمة اتمنى كلكم تعملو لها لايك وشير وتشتركوا في القناة شكرا ليكوا ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي اشتركوا في القناة